موسيقى نشهد الآن توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على سبعة فنادق تاريخية بالشراقة بين صندوق مصر السيادي والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث وشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة يوقع كل من السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي السيد شريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث والسيد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة شكراً لحضراتكم وهنبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي أرحب بحضراتكم جميعاً معنا النهاردة الحقيقة نحن كنا حرصين كل الحرص أن نعمل مؤتمر صحفي نقدر نقول ودعيين فيه كل وسائل الإعلام الدولية والوطنية للإعلان عن إتمام هذه الصفقة المهمة والخاصة بالشراكة ما بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق إيجوث والسندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة في هذه الصفقة المهمة لتطوير وإدارة وتشغيل سبعة من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جداً في مصر والحي يمكن هذا اللقاء يعني يعتبر اللقاء الثاني اللي بعقده مع الوسائل الإعلام الدولية منذ ما أعلننا عن موضوع التروحات وأن الدولة المصرية بتعتذم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة أن نحن نتخارج كلياً أو جزئياً من العديد من الأنشطة والقطاعات وعايز أقول أن نحن منذ الإعلان عن هذا الموضوع والدولة المصرية بالرغم من كل الظروف اللي أكيد كل حضراتكم شايفينها الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر الظروف السياسية اللي لها تأثير على الوضع الاقتصادي أنا بتكلم هنا على الظروف الإقليمية والدولية اللي لها تدعيات كبيرة جداً على الوضع الاقتصادي مش في مصر بس ولكن في العالم كله ولكن كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به من خلال موضوع التروحات وإشراك القطاع الخاص معنا في العديد من القطاعات أنا عايز أقول منذ تم الإعلان عن هذه التروحات وبدأنا فعلاً في تنفيذها إحنا حققنا النهاردة خمسة وستة من عشر مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من عدد أربعتاشر شركة يعني إحنا الحقيقة كنا تعهدنا بعدد من الشركات إحنا الحمد لله النهاردة فعلاً في هذه اللحظة إحنا أتمامنا الصفقات اللي بحوالي خمسة وستة من عشر مليار دولار الأهم إن إحنا مع الظروف اللي بتحصل والمستجدات اللي بتحصل والتعقيدات واللي إحنا كلنا أكيد متابعينها كان حرصنا من خلال مجلس الوزراء إن إحنا أولاً يبقى هناك إطار مؤسسي بيحكم عملية التروحات وده تم من خلال إنشاء وحدة التروحات داخل مجلس الوزراء اللي تبقى مشرفة على عملية إدارة وتنسيق كل أعمال التروحات اللي موجودة وطبعاً ده بيتم بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وأيضاً كل الجهات المالكة للشركات اللي إحنا بنتراحها لكن الأهم عشان نستفيد بالخبرات الدولية إحنا الحقيقة طبعاً كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أو اللي هي معروفة بالـ IFC ودي ليها باع طويل جداً في هذا الموضوع وتم التعاقد معاهم على إنهم يساعدون في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات يعني إحنا خلصنا 14 شركة النهاردة هم عملوا معنا دراسات أولية لخمسين شركة من الشركات التابعة للدولة ويمكن مبارح يعني أعتقد حضراتكم تابعته كان هناك لقاء تم مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC بنفسه كان موجود عشان نناقش الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة اللي هي حتستمر لغاية ديسمبر 24 يعني بنتكلم على حجم عمل حيبقى لمدة عام بالكامل أهم شيء الحقيقة كانت الدراسة اللي هم عملوها لنا في البداية أكدت على إن هناك أربع قطاعات حيكون ليهم الأولوية في عملية الطروحات ويمكن منهم قطاعين يمكن ما كناش اشتغلنا عليهم بصورة كبيرة أو على الأخص قطاع منهم هو قطاع المطارات وإن إزاي إن إحنا نشك القطاع الخاص معانا واللي ليهم خبرات دولية وعالمية في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة ودي إن شاء الله من شأنها إنها تحقق نقلة نوعية كبيرة بإذن الله في إدارة وتشغيل هذه المرافق المهمة جداً أيضاً قطاع الاتصالات وإعادة هيكلة هذا القطاع وإن إحنا النهاردة ندخل في عدد من الأنشطة المهمة جداً اللي في قطاع الاتصالات مش فقط شركات المحمول ولا شركات الاتصالات نفسها ولكن أنشطة مهمة جداً العالم بيتوسع فيها زي بناء الأبراج الخاصة بالاتصالات موضوع الفايبر أو الكابلات الفايبر وأيضاً موضوع الداتا سنتر أو مراكز البيانات وإزاي إن إحنا كدولة مصرية نعظم من الاستفادة من هذه الموضوعات القطاعين الثانيين طبعاً هو قطاع البنوك وقطاع التأمين ودول فعلاً بالفعل إحنا حطينهم ضمن الخطة بتاعتنا فالحقيقة أنا الحابب أكد عليه إن إحنا كدولة مصرية على الرغم من كل الحقيقة التحديات اللي بنواجهها ولكن الدولة المصرية عازمة بقوة وحرص شديد وإصرار شديد على تفعيل الوثيقة سياسة الملكية والانطلاق في موضوع التروحات في الفترة القادمة بإذن الله وبالاستعانة بالخبرات الدولية اللي حتساعدنا في هذا الشأن بحيث يتم الطرحة تبقى لخطوات معروفة ومعلنة ونبدأ يبقى كل شغلنا من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وأيضاً الخبرات المحلية في هذا الشأن وإن شاء الله حنبقى بنعلن بصورة منتظمة في خلال الفترة الجاية عن أسماء الشركات اللي إحنا حنبقى بصدت طرحها وتوقيتاتها كل ما حنقدر إن إحنا نتحرك في هذا الشأن عشان ما طولش على حضراتكم أنا حترك المجال لزملائي معالي وزيرة التخطيط ورئيس صندوق السيادي طبعاً وأيضاً معالي وزير قطاع الأعمال العام لشرح تفاصيل الصفقة نفسها اللي إحنا يعني النهاردة كنا سعداء جداً بإتمامها وأيضاً الأستاذ هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القط تفضل شكراً دولة الرئيس مساء الخير على حضراتكم جميعاً طبعاً زي ما تفضل دولة الرئيس الدولة المصرية بتؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ويمكن برنامج التروحات هو جزء أصيل من مبادئ الأساسية لسياسة الاقتصادية للدولة النهاردة يعني هو مش مرتبط بأزمة أو بظرفه معين هو بقى منهج الدولة المصرية بتتبعه في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية نحن نزود مشاركة القطاع الخاص نشجع الاستثمار المؤسسي ونحسن بيئة التداول وطبعاً إعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدول إتمام أي صفقة الحقيقة من برنامج التروحات ده تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري ويمكن زي ما تفضل دولة الرئيس إحنا في عدد كبير من التروحات تمت وكلها الحقيقة في قطاعات متنوعة ما كانتش بتركز على قطاعات معينة كانت قطاعات متنوعة ده برضو بيؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة ويمكن حضراتكو وسط التحديات الإقليمية والدولية للعالم كله بيمر بيها حالكو هتلاحظوا إن الاستثمارات الأجنبية يمكن تنقصت على المستوى العالمي حدود 40% إحنا الحمد لله الاستثمار الأجنبي في مصر زاد السنة اللي فاتت وده رغم كل التحديات اللي تمت النهاردة طبعا يعني سعيدة جدا بأن إحنا انتهينا من صفقة للطرح في قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع السياحة قطاع السياحة ده قطاع مصر لديها في ميزة تنفسية كبيرة جدا وبالتالي إن إحنا النهاردة بنطرح العدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها بين صندوق مصر السيادي وشركة قطاع الأعمال العام وبتساهم فيها مجموعة من الفنادق ودي دخل فيها تم الطرح الحقيقة طرح تنفسي بعد تكوين الشركة دي تم طرحها طرح تنفسي تقدم عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة والحقيقة سعيدة أكتر بأنه فاز بهذا الطرح شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال وده الحقيقة يعني يمكن ما يميز هذه الصفقة أن إحنا لدينا قطاع خاص مصري قادر على أنه يجذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية ودي أيضا كيان اقتصادي مصري خاص لديها القدرة والملئة الملئة ويجذب قطاع استثمار أجنبي مباشر فدي أيضا بتحسب إلى الاقتصاد المصري وإلى القطاع الخاص المصري بتمن طبعا الجهود اللي بذلت خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة جهد كبير جدا الصفقة كانت صفقة يعني بها كثير من التركيبات والتفاصيل الكثيرة ولكن يعني تم التعاون بين قطاع الأعمال العام بين صندوق مصر السيادي وبين القطاع الخاص المصري عشان نقدر أن احنا ننتهي من هذه الصفقة بشكل محوكم وبشكل لائق وطبعا دخل استثمارات كله بيبقى استثمارات من الخارج جزء كبير من هذه الاستثمارات هيبقى الرفع كفاءة التشغيلية لهذه الفنادق طبعا الفنادق دي كلها لها قيمة كبيرة تاريخية وقيمة اجتماعية كبيرة ولكن رفع قدرتها التشغيلية وقدرتها على أنها تكتذب يعني شريحة من السياحة كمان ده هيعمل دفعة كبيرة جدا للسياحة في مصر عن طريق أن أنا برفع من قدرتها أو أن أنا أكتذب شريحة سياحية أكبر تستطيع أنها تنفق بشكل أفضل وطبعا تقدر أن هي تقوم بضخ استثمارات لرفع كفاءة هذه الفنادق طبعا يعني يمكن الشركة التي تأسست كان صندوق مصر السيادي وشركة لاجيسي اللي دخل فيها القطاع الخاص المصري ودايما بأؤكد الصندوق السيادي هو صندوق ملك للشعب المصري هو ملك لكل مواطن مصري وبالتالي دوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص دوره الأساسي وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت هذه الأصول مستغلة أو غير مستغلة ويمكن ده اللي بيتحقق النهاردة في هذه الصفقة أن احنا بنعظم العائد النهاردة متوقع بإذن الله أن الأرباح تتضاعف من هذه الفنادق خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة رفع الكفاءة ورفع قدرة التشغيلية لهذه الفنادق فمرة تانية أنا ببارك لحضراتكم جميعا وبشكر كل الأطراف على المشاركة في هذه الصفقة ويعني بنقول أنه بإذن الله الفترة القادمة يعني تشهد مزيد من التروحات ومزيد من الشركات النجاحة بين الحكومة وبين القطاع الخاص سواء كان مصري أو أجنبي ولكن طبعا بأثمن في هذه الصفقة بالذات وجود قطاع خاص مصري في هذه الصفقة شكراً فاني الرزير شكراً فاني الرزير شكراً فاني طبعاً بس بعد الحدات تفضلت به والدكتورة هلا أنا بحب طبعاً برضو أوضح أن احنا في وزار القطاع الأعمال يمكن جزء كبير من النشاب بتاعنا يكون جزء صناعي لكن احنا عم كنا معتبرين على أن السياحة والفنادق برضو هي صناعة الحياة من ضمن الصناعات المهمة جداً والتي هي التمشير مع السياسة برضو مكية الدولة نحن متصورين على أن الأداء إن شاء الله والتطوير اللي يتم هيخلينا في وضع أفضل وهيكون ليه عوائد كتير إن شاء الله أحب بس أشكر السيدة الميربت والسيد السامح على المجهود الكبير وطبعاً كل الزملة في الصندوق وطبعاً كل الزملة والشركة من عند الشامبي شكراً يا فاني شكراً يا فاني سيدة إيشان دولة الرئيس السادة وزراء التخطيط وقتها الأعمال طبعاً هو يوم سعيد النهاردة لمصر كلها وطبعاً بتوجه لحضرتك بخلص الشكر على دعمك المستمر ومتابعتك المستمرة لإنجاح هذه الصفقة ونفس الشكر بوجهه لسيدة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة والمهندس محمود عثمت وزير قطاع الأعمال فريق العمل اللي اشتغل معنا الأستاذ أيمن سليمان المستشار محمد أبا زيد فريق العمل من إيجس الأستاذ الميربت حطبة الأستاذ عادل الأستاذ شريف أستاذ دكتور سبح عمر المجموعة اللي اشتغلت معنا كلها نوها وعمر كلك وبصراحة أمته بمجهود خيالي الفريق اللي اشتغل معنا والفضل الكبير يرجع للأستاذ كريم عوض رئيس إبجي هرمس والأستاذ ماجد العيوتي بذروا معنا مجهود كبير جدا 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 في مسألة إعادة الهيكلة وجذب الاسمارات الخارجية وإجراءات الديل هذا الديل احنا بنشتغل عليه بأنه حوالي سنة كاملة وبصراحة يعني فيه تلاحهم بين الليل والنهار عشان نقدر نخلص هذا الديل الحمد لله ربنا وفقنا بعد مجهود كبير في هذا الشأن يعني هذه الرسالة اللي أنا بوجهها اليوم هي رسالة طمأنينة للشعب المصري كلها أن احنا عندنا حكومة قوية فاعلة عندنا رئيس وزراء أنا أشهد بأنه من عبد الرؤساء الوزراء اللي حظيت بهم مصر في رئاسة مجلس الوزراء بنلاقي منه متابعة شديدة اعتصالات تليفونية في حتى وقت متأخر من الليل لمتابعة كل التفاصيل بصراحة أنا لم أجد هذا الدعم أنا راجل بشتغل في المجال ده بالي 45 سنة لم أجد هذا الدعم من قبل سواء من سيد دولة رئيس الوزراء أو من السيدة الوزراء والفرق المسؤولة كلها عن اتماعي هذه الصفقة احنا بنلاقي تلاحم بنلاقي قوة شديدة جدا في تفعيل وإنجاح القطاع الخاص في أداء مهمته للنهوض بمصر والوصول لأرقام إن شاء الله بالنسبة للإقتصاد الطيبة طبعا فرقنا القانوني الكبير بقيادة الدكتور هاني سري الدين أستاذ سرواط عبد الشهيد الدكتور محمد أبو شقة بذلوا معنا مجهود خيالي إنسان يونج بوجه لهم شكرا عميق على المجهود الكبير جدا اللي بذلتوا معنا لولا وجودكم ما قدناش كنا ننجح ونحقق هذا الكلام ألف شكرا لحضراتكم أحب أن أنا أتوجه للرأي العام العالمي أنه اليوم الحمد لله بنعلن تعلن مجموعة طلعة مصطفى أن تعلن عن زراحة الفندق قد قامت بتوقيع الاتفاقات النهائية لعملية الاستحواز على حسة تسعة وتلاتين في المية محقوق إدارة كاملة وتصل هسين نسبة إلى واحد وخمسين في المية خلال فترة زمنية محددة في شركة لجاسي للفنادق تبقى الملانج الزمني للعقد المبرم وتضم فنادق سبع فنادق في مصر هذه الصفقة سوف تدخل أو تدخل لمصر عائد من العملة الصعبة قادره 882 مليون دولار هذه الصفقة سوف تكون قيمتها بالنسبة على حصة الدولة فيها حوالي 800 مليون دولار وده سيكون إن شاء الله في مبلغ منه مخصص كبير لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق وتعظيم الربحية فيها وتعظيم الإراض فيها وعملية تطويرها لتكون أداة جذب لمزيد من شركات الإدارة العالمية اللي بتمكن من تعظيم معدل العائد من الغرفة ولتعظيم قدرات مصر من العائد العملة الصعبة في الفترة الجاية بكرر شكرا لحضراتكم وألف شكر شكرا يا فاني لو سريعا ناخد سؤالين بالعدد لو في أي حد من السادة الصحفيين الموجودين حركة نين بالضبط يعني واحد من ناحية دي واحد من ناحية دي تفضل دولة الرئيس جهد مشكور للحكومة على مقامة به في برنامج أطرحات الحكومة كنا بس عايزين نسأل سؤال بشكل مباشر ماذا يستفيد المواطن العادي من هذه الأطرحات يعني هل يتحقق استقرار في السوق هل تنتهي السوق الموازية فيما يخص التفاوض في سعر الدولار المعلن في المركزي والسوق الموازية ماذا تنتهي هذه الأزمة ماذا تستقر الأسعار في الأسواق شكرا أنا يمكن إحنا صحيح بنتكلم على الصدقة لكن حضرتك خدتنا في حاجة تانية لكن خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة موضوع التروحات وزي ممكن ما معالي الوزيرة قالت وإحنا أعلنناه التروحات في الأساس هي إطار فيه إزاي أن أنا أستفيد من أصول للدولة كانت لا تدار بالصورة المرجوة أو العوائد منها لا تدار أو بتحقق الصورة المرجوة وبالتالي من خلال الشراكة مع قطاع الخاص أنا برفع قيمة هذه الأصول والأهم بيجي لي منها جزء عائد وفي نفس الوقت أنا بظل شريك في هذه الأصول زي على الحالة اللي إحنا موجودين فيها وبالتالي من خلال الجزء اللي بناخده كجزء نقدي ده بيدخل بيسهم في سد الفجوة الدولارية اللي الدولة النهاردة بتعاني من أزمة فيها دي أول حاجة الحاجة التانية إن العوائد اللي كانت بتحقق من هذه الأصول مع رفع كفائتها وإنها حتزيد كفائتها بصورة عالية وبيتعمل لها تطوير ورفع كفاءة بتبدأ العوائد تضاعف ودي يمكن من الدراسة اللي كانت اللي حقيقة عاملها مجموعة طلعة مصطف وبالتالي أنا كدولة بالرغم إن أنا حيبقى لس عندي منها بدل ما كنت بمتلك 100% حيبقى النسبة أقل شوية ولكن العوائد اللي حتيجي منها حتبقى على المدى الطويل أعلى وبالتالي كل ده لصالح المواطن المصري لإن في الآخر كل هذه الأموال هي دخلة بتضخف الاقتصاد بتزود العوائد من العملة الصعبة فبالتالي على المدى القصير من الفلوس اللي حتدخل وعلى المدى المتوسط والبعيد من العوائد السابتة والمضمونة اللي حتيجي ومن فرص عمل جديدة ومن ضرائب بتدفع أنا كمواطن بستفيد من هذه المشروعات لأن عدد من هذه الشركات وخلينا نعترف لدينا هذه الإشكالية اللي موجودة ومتراكمة بقى لخمسين وستين سنة شركات كثيرة في الدولة لا تعمل بالصورة المرجوة لمشاكل كثيرة كلنا عارفينها فبالتالي من انتخلال الشراكة مع القطاع الخاص بالتأكيد الموضوع إنه غير إنه بيدخل عائد دولاري على المدى قصير ولكن الأهم بيعظم من الاستفادة من أصول الدولة ده بالتأكيد بيحسن من هيكل الاقتصاد المصري أنا مش بتكلم على أزمة النهاردة ولكن أنا بتكلم على مدى متوسط لسنتين وثلاثة وعشرة وعشرين وخمسين سنة الأدام وهو ده اللي احنا كلنا بنشتغل عليه فبالتالي هذه النوعية من الصفقات أولا هي بتساعد على تعظيم إدارة أصول الدولة بتدخل عائد مباشر وعائد مستمر ومستدام على المدى الطويل فدي بيبقى جزء من هيكلة الاقتصاد المصري اللي احنا كلنا شغدين عليه أنا أخذ سؤال من ناحية نفس ياسين بقى عشان مرسلين أجانب مساكر دولة الرئيس ياسين الجهري سين بي سي عربية طبعا مبروك على الصفق أولا جزء من جهود الدولة للتخارج من الأصول ولكن الحقيقة دعني أسأل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن الفترة اللي فاتت سمعنا تأكيدات من الصندوق أو تغيير في لهجة الصندوق في الحديث عن اتفاقه مع مصر إنه إمكانية زيادة قيمة القرد عايزين نعرف المسار بتاع التفاوض وصل لفين وهل فعلا في مباحثات مع الصندوق لزيادة هذه القيمة أم لا شكرا المباحثات مع الصندوق لم تتوقف وموجودة وأعتقد الرسائل اللي خرجت بيها السيدة مديرة تنفيذية للصندوق في الفترة الأخيرة يعني خير دليل على إن إحنا الحياة بنتحرك بتنصيق كامل ما بين الحكومة المصرية والصندوق الهدف كله الهدف العام سواء الدولة المصرية أو الصندوق ومن البداية إحنا قلنا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت ممكن إن الصندوق بيساعدنا جهات أخرى بتساعدنا ولكن الهدف هو تحقيق الهدف الإصلاح الاقتصادي اللي مصر متبنية وبتنفزه بقالها سنوات النقطة ممكن يكون هناك خلاف أو بعض يعني النوع من النقاش والجدل على التكتيكات أو الأليات اللي إحنا بنتعامل بيها إحنا النهاردة فيه طبعا بالتأكيد مع الصندوق بناء على التصريحات اللي هم قالوها في الفترة الأخيرة إحنا بتواصل على طول إحنا لم ينقطع التواصل وفيه النهاردة بصدد إن إحنا بنشتغل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة يتم الإعلان عن تفاصيلها بإذن الله في أقرب فرصة ممكنة شكرا لحضراتكم ومرة أخرى أنا حابب أن أأكد في نهاية هذا المؤتمر إن الدولة المصرية حريصة تماما على موضوع التروحات والشراكة مع القطاع الخاص الموضوع زي ما معالي الوزيرة قالت الموضوع مش مرتبط بظروف حالية وموجودة مصر عدت عليها العديد من الأزمات وإن شاء الله بإذن الله بنتخطى هذه الأزمات وبتبقى ورى ظهرنا أو بتبقى في مرحلة بعد كده سابقة أو ماضية ولكن الأهم أن يكون هناك منهج ثابت وواضح للدولة المصرية الاشراك القطاع الخاص معانا في إدارة العديد من الأنشطة والقطاعات اللي احنا شايفين أنه هو أفضل مننا بكثير في إدارتها وتشغيلها وبالتالي أنا بعظم من أصول الدولة اللي موجودة لدينا شكرا لحضراتكم جميعا شكرا للمشاهدة